السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنىكم يا ربي دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب ان شاء الله اليوم سنشوفوا مع بعضياتنا حلوات العشر دقائق بدون فرن كتحضر في واحد الوقت اللي هو يقصير وكتجي اكتر من رائعة الديدة سنشوفوا مع بعضياتنا تمر بريستيج كيجي رائع اخواتي قدموه في المناسبات السعيدة في النجاح ديال الوليدات وفي الافراح والله يجعل ايامنا وايامكم كلها افراح ومصرات نتوكلوا على بركتي لها اخواتي نشوفوا مع بعضياتنا المكونات ديال هاد اه اتمر بريستيج كيجي زوين بزاف والديد هنا عندي اتمر هنا اخديت هاد اللي كيتباع جاهز هاد النوعية هاد يزوينا يعني ما كيكون شناشف وكيكون الديد عندي كيلو ديالتمر اللي هويا كيف كتعرفو تمر المعجون كيف ممكن لكم انكم تاخدوه التمر اللي كيكون طايب وكتغسله بطبع الحال كتفوروه كتحيدو لها العظيمة دياله وكتمعسوه كيجحته ويا ازوين ميتين وخمسين جرام انا اخديت اليوم هاد النوعية هاد او هاد تمر اللي كيكون جاهز وكيف قلت راه كيتحضر في واحد الوقت او هاد الوصفة كيتحضر في واحد الوقت اللي هويا قصر شوفوا معي كيكون ارتب وزوين ما كيكون شناشف هنا عندي ميتين وخمسين جرام ديال الكوكاو او الفول السوداني اللي محمر كان حيد لها القشرة وكان طحنه يعني يحاولوا انكم طحنوه ولكن تخليوا فيه شوية وعندي ميتين وخمسين جرام ديال لوز اللي احتهي محمر ومطحون نسمت هاد التمر هدا بالقرفة من خلال المكونات اللي غادي نشوفوا معي في هاد الحلوه هادي ديال التمر غادي نتعرفوا يعني غنية غنية اخواتي صدقوني كتجي ازوين بزف هاد التمر كنت وضعها في تلاجة هدا كشعلش كنحاول اناني لمعكوب هاد طريقة دبا الحل سخون يعني اه إلا كنتم مخرجينه من تلاجة من قبل را كيجي ساهل وكيجي رطب انكم تعجنوه غادي نضيف شوية ديال ماء الزهر وهنا عندي مزهر اللي مقطر حاولوا تختاروا نوعية مزيانة ديال ماء الزهر كنزيد غير واحد شوية يعني رشات قريبا 1-4 كاس وكتبقى على حساب الكمية اللي درتون تومه ديال التمر ماشي شرط انكم تلتزموا بهد العبار هدا اللي اعطيتكم كتبقى على حساب يعني اشنو بغيتوه بالنسبة الاخوات اللي كيسايبوا الطالبيات او اللي كيخدموا اللي كوموند ممكن تاخدوا القياس اللي بغيتوه ولو عندكم شي مناسبة كتبقى على حساب شحال بغيتو ديال هاد الحلوه هادي كتخرج كمية ما شاء الله معقولة هنيزت قريبا واحد معلقة كبيرة ديال العسل ولو انا اطمر كيكون عندنا حلو ضروري اننا نديرو ديك المعالقة ديال العسل حتى جوج معلقة ديال العسل كتعطيه مدق اللي هو يزوين بغيتو تزيدو اضافة ديال باش تنسمو هاد اطمر يعني شوية ديال مسكة حرة ممكن كتفيت غير بالقرفة هنباليا انا خاسني واحد شوية ديال ماء الزهر رنزته وكتعطيني الطوع انا ننشكلها كيف ما بغيت سوف يخليته على جنب هنا عندي كيمياء ديال زنجلان اللي هو محمر وعندي هاد طابع هذا انا راني بديت هنا يا عندي زنجلان العادي زنجلان يعني ماشي زنجلان البيض زنجلان عادي محمر بطريقة الحال كيكون مغسول ومنقي ومحمر كنشكل كويرات كنحاولو دائما غير نغسلوه ديال من ثمن فاش كنكون نعجلناه باش هكما كيبقاش اللي تسكلينا في اليد ديالنا كنناخد واحد شوية واحد طويصة فيها او لازليفة فيها شوية ديال الماء الزهر وكننبقى نكور في هاد الكويرات ديال العقدة ديال التمر منبعد مباشرة كنبقى نمررهم في الزنجلان بهاد الطريقة حتى كنسالي تقريبا واحد الكمية ديال الربعة او الستة ديال الحبيت باش كتجيني الخدمة زوينة وسهلة وفي نفس الوقت انقية يعني باش ما نبقاش ندخلوه الزنجلان فسط من العقدة ديال التمر وحتى لدخلات ماشي مشكيل المهم عندنا اتمر اللي غانية عندنا فيه الكوكا واولاء الفول السوداني عندنا فيه اللوز وعندنا فيه الزنجلان وبالنسبة للمناسمات عفوان تنسمو باش مبغيتو كناخد ديك الكورة ديال التمر اللي المررتها في الزنجلان وكنضغط بهاد الطريقة هادي الكويرات كنبقى عيننا ميزاننا إلا كنخصني شوية ديال التمر راني كنزيل شوية هاد القالب هادا رغم توفر كنخدمو به نوع ديال الحلويات ديال الصابلي او ديال المعمول يعني عنده بزاف ديال الخدمة هادا القالب هادا وكيكون حتى على شكل اللي هو يا أوفل رغم توفر واللي بغى تدير اي طابع من الاختيار ديالها او لا تدير كويرات ممكن نحاول انني نجمع هنا يدك شوية ديال زنجلان اللي كيبقى هاكا في الجوانب شوفوا معي شكل ديال ها كيف يكون وكيف قلت اخواتي كتخرج واحد الكيمياء اللي هي كبيرة بالنسبة لهذا التمر هذا او لهذا الحلواء ديال التمر تقدموها لضيوف ديالكم مع كويس ديال الحليب او لك تقدموها في المناسبات ديال النجاح ديال الوليدات وبالنسبة ل بحال هاكا في الأعراس او للمهم تكون حضرها هاد الحليواء هادي سهلة وبسيطة وحتى هي غنية يعني بالطاقة بالنسبة للاخوات اللي كيبغيوا يعتون الوليدات ديالهم شي حاجة اللي هي صحية غادي يمقى هاده بنفس الطريقة حتى غادي نسلي هاد الكيمياء اللي عندي وهادي بيدون فرن ما نحتاجه لفران لوالو بصراحة هاد الوصفة هادي كنت بغيت نتقسمها معاكم يعني في هاد الأيام اللي فاتت ديال عشرة يعني تكون حتى هي يا حاضرة لكن مشي مشكل هادي دائما تكون حاضرة على طول السنة هاد الحلوات هادي هنتم كيف كتشوفوا معايا الكمية ما شاء الله كمية كبيرة ومعقولة غادي نخليها على جنب وغادي ناخد الفواكه الجافة اللي توفر لكم أخواتي هنا عندي مزيج ما بين شوية ديال كيوي شوية ديال مشماش عندي شوية ديال الاناناس مجفف وشوية ديال سكين جبير مجفف يعني هادا كيتوفروا عند بائع مستلزمات عفوا الحلويات او اللي كيبيعوا فواكه الجافة كيف قلت لكم كنت بغيت نتقسم معاكم هادا الحلوه هادي لانا غنية بالمكسرات فهد الايام اللي فاتت لكن ايام الله دائما كلها مناسبات وعند نحته دك الفريز مجفف ممكن ناخده غير واحد شوية شوية من الحاجة سوف يمكن بداء نقطعهم طريفات اللي هما صغورين باش غادي نعمروا بهم ان شاء الله هديك الحفرة اللي كينا عندنا في الحلوه ديال تمر مزيج ما بين تمر وما بين المكسرات كيعطي واحد المضاق اللي هو يزوين بزاف صدقوني اخواتي غير جربوها لديدة مع كويز ديال الحليب بالنسبة الاخوات اللي كيبغيوا الحليب بالتمر او التمر بالحليب كيف قلت عندي المشماش عندي الاناناس وعندي كان احتها الاجلس كان ضمنتها مجفف خديت شوية ديال الشكولات دوبتو في حمام مريم وعمرت به هاد الحفيرة اللي عندنا في الداخل ديال الحلوه وكن بداء نعمر في ديال الحفيرة كان ناخد حبة وحدة يعني باش هكا تكون عدنا تركيبة ديال الالوان لون الاحمر والاخضر والبرتقالي واللول الاصفر يعني واحد تركيبة اللي هي زوينة وكنزيدو حتى شوية ديال القرقاع الى عندكم او لشوية ديال الوز اي نوع ديال المكسرات كيف ما يمكن لكم تاخدو غير القرقاع اللي كيتوتتها مع التمر وكنقسموه على الجوش يعني كنحيدو له ديال اه العلفة اللي كتكون له في الوسط سوف يمكن ديرو نص قرقاع فاقم الهاد اه 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 ولما كانش عندكم هاد الطابع وبغيتو تخدمو هاد الوصفة ممكن ديرو غير كويرات بحال هكا تفندوهم في الزنجلال وكديروهم وديرو لهم واحد شوية ديال شوكولاتة وواحد نص قرقاع وكتقدموهم كيجيو زوين بزاف ولي عندكم ممكن ديرو نص قرقاع من هنا ووحده من هنا وكتكون عندكم الكورة في الوسط كيكون هادا هو الشكل نهائي ديال الحلوة ديالنا بدون فرن تمر بريستيج بطريقة اللي هي زوينة وسهلة وبسيطة نتمنى ها تكون عجباتكم هاد الفكرة خليتليكم الراحة ولهنا وراحت البال بصحة والراحة ومتنسونيش فضلا متشجاعتي ديالكم الله يجزيكم بحركة دائما من باب التشجيع والتحفيز موسيقى موسيقى